أخ خالد الشطي بعدين بقدم اختراح وخلص نصوت بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً أنا أيد الأخ عادل الدمخي في شأن مسألة أن هذه بروحها ظاهرة سلبية بأن من رفض وجود اللجنة كيف يشارك فيها أيضاً أنا أيد هذا الموضوع خصوصاً أن من جدول الأعمال في الجلسة الأولى إن شاء الله سأقترح الظاهرة السلبية مما اللي حارب مجلس الصوت الواحد وأقسم إنه ما ينزل فيه واليوم يشارك فيه هذه الظاهرة السلبية الحقيقية التي ستكون مورد نقاش إن شاء الله في المرحلة المقبلة المسألة الأخرى الموضوع مسجل اللجنة انعقدت كبير السن مره يفتح الجلسة كبيرة السنة في تدحت الجلسة انتهى الموضوع إذا فيه أكو أي شك أعطى الميكروفون أي شك في هذه الوقاعة التسجيلات موجودة شك اللجنة ويتم التحقق من هذا الموضوع أبسط شيء أن يتم التحقيق من خلال التسجيل كل ما أخشاه بأن هناك من لا يريد رئاسة الدكتورة صفاء الهاشم من باب ولاية المرأة لذلك هذه ظاهرة سلبية أيضاً بأن ندخل هذه المسائل في العمل الديموقراطي لذلك أنا يعني أطلب من الرئاسة بأن تتحقق من هذه المسألة من خلال التسجيل وأن يستمر عمر اللجنة لأن فيه جدوى الأعمال حافل في الظواهر السلبية لحظة 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 ل